استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا مقدما حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبية الافريقية الأول اكس كون هيلث افريكا الذي سيقوم خلال الفترة من الخامس إلى سابع من يونيو القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال التقرير تمت الإشارة إلى أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى جعله ملتقا سنويا ما بين الشركات العالمية ومسؤولية القطاع الطبي من الجانب الافريقي وفي ختم استعراضه للتقرير نوها مدبولي إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات والمعارض خاصة التي تدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك ما بين مصر ودول القارة الافريقية ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس سيسي وتماشيا مع أهداف الأجندة الافريقية 2063